تعديلات مقترحة في مشروع الدستور الجديد في شقه المتعلق بالبرلمان ووظيفته وطريقة انتخاب أعضائه وصلاحياته وعلاقته بالجهاز التنفيذي ومن جملة تلك التعديلات أضفت المادة 99 مكرر وتنص على أنه تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي تعرضه مجموعة برلمانية من المعارضة على أن يحدد القانون العضوي تطبيق هذه المادة أما بخصوص النواب فتنص التعديلات التي مست المادة مئة من الدستور على أنه يجب على عضو البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي أعمال البرلمان حيث تأتي هذه التعديلات بعدما تميزت أعمال البرلمان بغياب عديد النواب من جلساته وهي ظاهرة شهدتها الفتارة التشريعية الفارطة مسألة التجوال السياسي كانت أيضا ضمن التعديلات المقترحة فأضفت المادة مئة مكرر وتنص صراحة على أنه يجرد من عهدته النيابية بقوة القانون المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير خلال عهدته الانتماء السياسي الذي أنتخب بعنوانه من قبل المواطنين تعديل آخر مس عمل البرلمان وبالتحديد مجلس الأمة حيث أنه سيصبح بالإمكان لمجلس الأمة حق المبادرة باقتراح القوانين مثل ما جاء في التعديلات التي شملت المادة 119 وهي سابقة منذ إنشاء الغرفة العليا للبرلمان حيث لم يكن لمجلس الأمة هذا الحق كما أن مقترحات القوانين تكون قابلة للنقاش باقتراح 20 نائباً بالمجلس الشعبي الوطني أو 20 عضواً من مجلس الأمة كما أن التعديلات تنص أيضاً على أن لرئيسي غرفتي البرلمان حق إختار مجلس الدولة باقتراحات القوانين لإبداء الرأي فيها على أن يوديعها الوزير الأول في مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة حق اقتراح مشاريع القوانين من طرف مجلس الأمة يخص عدداً محدوداً من المواضيع وهي التي حددتها المادة 119 مكرر وتخص مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإداري فقط وفي نفس السياق فإن مشاريع القوانين التي يبادر بها مجلس الأمة تعرض أولاً على مجلس الأمة قبل المجلس الشعبي الوطني وفي حال حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول في مدة أقصاها 30 يوماً اجتماع لجنة متساوية الأعضاء من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف